هذه أبرز العناوين فريق يقدم عرضا ماليا كبيرا من أجل اعتزال حمض الله داخلها عاجلة حسين خرج يعلنها ويلتقي حمض الله للعودة إلى المنتخب المغربية لتحديد مستقبلها عبدالصمد الزلزولي أمام أسبوع حاسم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فريق يقدم عرضا ماليا كبيرا من أجل اعتزال حمض الله داخلها يستعد فريق اتحاد جد السعودي لكرة القدامة إلى تقديم عرض للدولة المغربية عبدالصمد الزلزولي من أجل البقاء مع الفريق لأطول فترة الممكنة وحسب مصادر إعلامية السعودية فإن إدارة العميد تجهز عرضا ماديا ضخما للحفاظ على ابن أولمبيك أسافي بعد تألوقه اللافت والسريع مع النمور وينتهي عقد حمض الله مع اتحاد جد بنهاية الموسم الكرة والمقبل بعدما وقع في كشوفة الفريق خلال المركات الشتوى الماضية لمدة موسم ونصف ويرغب الاتحاد في اعتزال حمض الله داخل قلعة النمور قادما من النصر السعودي على إقاع العديد من المشاكل مع مسؤوليها عجل الحسين خرج يعلنها ويلتقي حمض الله للعودة إلى المنتخب المغربي سفر الحسين خرج العميد السابق للمنتخب الوطني المغربي إلى السعودية من أجل لقاء عبد الرزاق حمض الله نجم اتحاد جد السعودية ويواصل النجم الدولة السابق مساعيها لتدويب الخلاف بين الناخب الوطني وحيد خلال الزيتش وبعد نجوم المنتخب الوطني ونجع خرج في التوسط لطيل خلاف بين حاكم زياش نجم تشيس الإنجليزية ومدرب المنتخب الوطني خلال الزيتش وقررت الدولة المغربية السابق مواصلة محاولاتها لتدويب الخلاف من أجل عودة حمض الله أيضا لصفوف المنتخب الوطنية بعد خلافه مع الناخب الوطني خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي نفى فيها توصله بأي دعوة من المنتخب وكان حمض الله قد نشر صورة له بقميس المنتخب الوطني وعلق عليها بكلمة قريبان في إشارة إلى إمكانية عودته للصفوف الأسود وسبق أن أكد موقع سبورت وان أن حمض الله سيكون ضمن لائحة الأسود إلى جانب نصير مزرع ولاعب آيكس مستردام الذي كان بدوره قد دخل في خلاف مع مدرب المنتخب الوطني وتسعى الجامعة بمساعدة من خرج إلى تدويب جميع الخلافات لضمان حضور جميع اللاعبين المهمين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم من أجل انتزاع بطاقة التأهل لنهائيات المونديال القادم بقطر لتحديد مستقبله عبد الصمد الزلزولي أمام أسبوع حاسم أكد الصحفي في إيداعة كادين السير الإسباني سانتي أوفال أن مدرب المنتخب الإسباني تحت الواحد وعشرون عاما تواصل مع المغرب عبد الصمد الزلزولي لعب برشلون إسباني من أجل استدعائه لصفوف لاروخا وقال أوفال إذن المدرب الوسدي لفوينتي سيستدعي الزلزولي للمواجهتين القادمة للمنتخب الإسباني تحت الواحد والعشرون عاما أمام كل من المنتخبين لتوانيا وسلوفاكيا لحساب تصفيات كأس أمم أوروبا تحت الثلاثة وعشرون عاما وسيكون الزلزولي أمام أسبوع حاسم لتقرر مستقبله إذ ينتظر اللاعب الشاب البالغ من العمر عشرون عاما القائمة التي سيعلن عنها مدرب المنتخب المغربي وحيد خلالوزيتش لمواجهته الكونغو الدمقراطية الفاصلتين للتأهل لنهائية كأس العالم قطر 2022 وسيصدر البوسني خلالوزيتش قائمة المعنية بمباراة الكونغو الدمقراطية يوم السابع عشر من مارس الجاري في مؤتمرين صحوفية واختر الزلزولي تمثيل المنتخب المغربية والسدية فعلا للمشارك في كأس أمم أفريقيا الماضية لكنه اعتدر عن عدم تلبية الدعوة وطالب بإعفائه من المشاركة مع أسود الأطلس قبل حلول شهر مارس الحالي مع عرضه لانتقادات واسعة من المغربة وبرز الزلزولي بشكل لافت في المراحل الأولى للدور الإسباني هذا الموسم مع فريقه برشلونة قبل أن يعود إلى الفريق الردي في الأسابيع الأخيرة بعد تعاقد الفريق مع أسماء جديدة في خط الهجوم على غيرار الإسباني أدامة راورية والقابوني بير أمريك أوباميانغ ونشر اللاعب الفريق برشلونة الإسباني المغرب عبدالصمت الزلزولي ستوري على صفحته الرسمية في الإنستغرام يلمح من خلالها إلى انضمامه إلى المنتخب المغربية في مبارية الدور الفاصل من تصفية كأس العالم وظهر اللاعب الزلزولي في مقطع الفيديو مرتديا قميص أسود الأطلس ومعلقا عليه بعبارة قاربا وكان الشقيق لاعب الفريق الإسباني محمد الزلزولي قد قدم توضيحات بخصوص أنباء رفض أخي تمثيل المغرب مؤكدا أن عبدالصمت قد تلقى وابلا من الشتائم بعدما فضل البقاء مع ناديه الإسبانية وغاب عن منتخب المغرب في مشاركته بنهائية كأس الأمم الأفريقية وقال محمد الزلزولي في تصريح الله على مواقع التواصل الإجتماعي تويسار أخي مغربي 100% وحلمه دائما تمثيل المنتخب المغربي إنه يريد فقط إتبات نفسه في ناديها لتشريف بلادها لكنه تلقى العديد من الشتائم والإهانات الجامعة تفاجئ شباب المحمدية رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة نقل مباراة الاتحاد القاسمي وشباب المحمدية إلى ملعب البشير بالمحمدية في المباراة التي تجمع الطرفين لحساب دور الستة عشر من مصابقة كأس العرش وقالت الجامعة في بلاغ لها إنها قررت إجراء المباراة في ملعب مشروع بالقصير يوم السابت بداية من الساعة الثالثة عصرا يذكر أن الشباب المحمدية والاتحاد الرياضي القاسمية كان قد اتفق سلفا على نقل المباراة إلى ملعب البشير بالمحمدية لكن الجامعة رفضت اقتراح الفريقين في بلاغها الصادر يوم الجمعة رئيس برشلونة لست نادما على عدم التجديد لليون ميسيا أكد رئيس نادي برشلونة خوال لابورتا أمس الاثنين أنه لا يشعر بالندم على عدم التجديد للأرجنتيني ليون الميسيا الصيف الماضي وهو القرار الذي أجبر عليه بسبب الموروط من الإدارة السابقة وفي مقابلة مع تلفزيون برشلونة قال لابورتا لدى تقديم كشف حساب للعام الأول من إدارته للنادي في فترته الثانية كرئيس أضع المؤسسة فوق أي شيء آخر المؤسسة حتى فوق المدربين وأفضل اللعب في تاريخ كرة القدم وتابع إذا قمت بالتقييم كان عدم التجديد لميسي القرار الأكثر إيلاما على الإطلاق لم أرغب أبدا في اتخاذه لكنني لست آسفا عليه أيضا أما بنسبة الأفضل ما في هذا العام الأول فالمدير كان واضحا حين قال وصل تشاف هيرنانديز الذي أعاد عقلية الفوز للفريق وعطى الأمل للجماهير لا يزال سيمنحنا بعد الفرح هذا الموسم الدور الأوروبي ولماذا لا نقول كذلك الليغا؟ إنه صعب لكنه لا يزال ممكنا وقرأ لابورتا أنه كان يجب أن ينقل الهولندي رونالد كومان في وقت سابق لإعطاء زمام الفريق الأول لتشاف هيرنانديز من أجل استعادة عقلية الانتصارات وأشر لابورتا أيضا إلى الوداء الاقتصادي الدقيق الذي يمر به النادية موضحا نحن نتعافه لكن بوتيرة أبطأ من الجزء الرياضي هذه أبرز العناوين فريق يقدم عرضا ماليا كبيرا من أجل اعتزال حمض الله داخلها عاجلة حسين خرج يعلنها ويلتقي حمض الله للعودة إلى المنتخب المغربي لتحديد مستقبلها عبدالصمد الزلزولي أمام أسبوع حاسم ترجمة نانسي قنقر